يا ريت نبعد المقارنة في العلاقات مع نفسك ومع جرانك لما الستي تقعد مع جارتها أو صحبتها أنا جوزي جابلي وجابلي 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 أنت ما عليك يجيب لها ما يجيب لهاش الله أعلم بدواخل الأمور ومش من حقها تسمع لها أساسا يعني أنت عايشة جوزي بيجيب لك على قدر المستطاع وانت بيجيوه الناس على قدر المستطاع إحنا منا ثلانة جابت إيه ما يجيب بتتحك عليك وبتغيزك بتتباهى تفخر بينكم في الأموال والأنفس والأولاد التفخر في حد ذاته بيخلق غيره عند حقد حسد دي صفات مزمومة مع أنها الموضوع بسيط جدا علاقة الزوج والزوجة إذا قامت على الإحترام هتنجع وعايز أقول لكم حاجة أي عمارة حنيجي نبنيها وعملنا الأساس قوي جدا حتصمد السنين حتصمد 100 سنة و200 سنة وانت طالع ما تعملاش أساس قوي جدا حتبقى أعمارة ضعيفة ضعيفة جدا نفس الكلام الزواج يا جماعة ده مشروح عايز دراسة جدوى عايز دراسة جدوى في صفات ومبادئ وقوانين لازم نالتزم بيها اندل